اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التقى القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي بقائد ألوية العاصفة بالعاصمة عدن العميد أوسان العنشلي بحضور موفدة قناة بي بي اس الأمريكية حيث شهدوا عرضا عسكريا مصغرا إحداث قوات مكافحة الإرهاب للواء العاصفة بالعاصمة عدن عرض عسكري تكتيكي لوحدات قوات مكافحة الإرهاب التابعة للواء العاصفة بالعاصمة عدن شهده القائم بأعمال رئيس المجلس الدكتور ناصر الخبجي ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالعاصمة عدن المهندس نزار هيثم وموفدة قناة بي بي اس الأمريكية وافتتح العرض العسكرية بعروض للطائرات الاستطلاعية كما تضمن عروضا تصويرية لمدهمات قوات مكافحة الإرهاب حيث قدم قائد ألوية العاصفة بالعاصمة عدن العميد أوسان العنشلي شرحا وافيا عن تلك العمليات وكيفية تنفيذها أعقب ذلك عروض تكتيكية على أرض الميدان أظهر خلالها منتسب وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للواء العاصفة جاهزيتهم العالية في القيام بالمهام المطلوبة منهم في التعامل مع مستجدات الحروب والتصدي لتهديدات الخارجين عن القانون بكل دقة وإتقان وأكد العنشلي جاهزية قوات مكافحة الإرهاب لأداء مهامها لحفظ أمن وسكنة العاصمة عدن والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن العاصمة والوطن الجنوبي بشكل عام عقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري لقاء مع السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة في مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه سير العمل التربوي وسبل معالجتها وأشاد الوزير العكبري بالجهود التي تبدلها قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بالمهرة مشير أن الحكومة تعمل بكل جهودها لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة وسارضاء لقام حظي به القطاع التربوي من دعم ومساندة من السلطة المحلية بالمحافظة الذي أثمر في استقرار العملية التعليمية بدورها أكدت السلطة المحلية بالمهرة أن دعمها لقطاع التعليم جاء بعد رفع مذكر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار لبناء مجموعة من المدارس في مختلف مديريات المحافظة وأكيدا أن السلطة المحلية ستظل دائما مساندة للقطاع التربوي في مختلف المجالات في سياق آخر اطلع وزير التربية والتعليم خلال زيارته لتنوية بلقيس البناء بمدينة الغيظة على تجربة التنوية في الوسائل التعليمية وتعرف الوزير على ما تقدمه منصة التعليم الإلكتروني والتي تبوث الدروس التعليمية عبر منصة اليوتيوب وتشرف عليها إدارة التوجيه والتقويم التربوي بمكتب التربوي والتعليم بمدينة الغيظة وأشاد الوزير العكبري بهذه التجربة الحديثة بالاستفادة من الوسائل التعليمية المتوفرة تطويرها إلى نحو أفضل تواكب تطورات حالثا في الوقت ذاته بتعميم هذه التجربة تشمل جميع المدارس في عموم المحافظات وإلى المكلة التقى محافظ حضر موتا لواء ركن فريس المين البحسن عددا مشائخي وأعياني ووجهها مدينة ميفع بحضور مدير عام المديرية وقيادات عسكرية وأمنية ومدير مؤسسة كهرباء ساحل حضر موتا واستمع المحافظ إلى مصفوف من المطالب العاجلة للمديرية وأكدا أن مشروع كهرباء ميفع جاهز وتم اليوم تزويد المحطة بالوقود اللازم التشغيل وسيبدأ اليوم مشروع الكهرباء بالعمل والتشغيل موجه المؤسسة الكهرباء بسرعة دراسة وربط المشروع بكهرباء الساحل ودراسة وجدول الجميع مشاريع واحتياجات المديرية وأشار المحافظ إلى أن لجنة التحقيق في الحادث انتهت من إعداد تقريرها وما وصلت إليه من نتائج وسيتم رفعها للوزير الداخلية ونشر التقريف ما بعد لوسائل الإعلام مشيدا بدور وجهاء ميفع في احتواء الموقف وتغليب المصلحة العامة ولغة الحكمة والعقل كما أكد المحافظ البحسني أن أسرة الفقيد با خميس ستلقى كل الرعاية والاهتمام موجها بمواصلة علاج الجرحة والعمل سريعا على سفر من يحتاج للعلاج في الخارج ناقش محافظ حضر موت مع اللجنة الخاصة لوضع المعالجات العاجلة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بحضر موت ألية عمل اللجنة وبحث الموارد لضمان استمرار عملها واستمع المحافظ من رئيس وأعضاء اللجنة إلى بعض المقترحات التي من شأنها الدفع بعمل اللجنة لإنجاز مهامها مشددا على اللجنة بأن تبدأ مهامها في الحصول على الموارد لتقديم الدعم للمواطنين الأشد احتياجا كما شدد المحافظ بأن تقوم اللجنة بإعداد الخطة لوضع معالجات عاجلة لمساعدة الأسر وتحديد آليات عمل تنفيذها والتواصل مع المنظمات الإغاثية المحلية والدولية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود مع السلطة المحلية للتقديم الدعم والمساعدة للأسر الأشد احتياجا مشير إلى أن ضمان ديمومة عمل اللجنة يتطلب البحث عن موارد ثابتة ومستمرة للتقديم المساعدة للناس دشنا رئيس حلف حضر موت الشيخ عمر بن حبريش أعمال اللجنة المكلفة بتنظيم شؤون الحلفة وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن بدأ أعمال اللجنة يأتي ترجمة لمخرجات اللقاء التشوري لقيادات الحلف وضحا بأن الحلف جاء تأسيسه لإنقاذ حضر موت نتيجة تراكم المظالم والمعاناة والتهميش التي عانت منها منذ سنوات طويلة وأكد الوقوف إلى جانب حضر موت ما يدعم تطويرها في كافة الأصعدة ومشاركة المجتمع ما يعانيه وما يرفع من شأنه ويعزز من استقاره في الجانبين الأمني والخدمية ناقشت اللجنة الاستشارية بحضر موت ظاهرة انتشار المخدرات والسلوكيات السلبية في المجتمع برئاسة رئيس اللجنة محمد الحامد حيث استضافت اللجنة مدير إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضر موت المقدم عبدالله الأحمد وأستعرض اللقاء ظاهرة انتشار المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع والكميات التي تم ضبطها وأبرت الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وترقي الحدي من انتشار هذه الظاهرة وأشهد أعضاء اللجنة الاستشارية بالجهود التي تبدلها إدارة المكافحة مبدين تقديم التوصيات اللازمة ورفع أهم المتطلبات ذات الأولوية للجهات المختصة ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للحد من تفاقم انتشار هذه الآفة الدخيلة على المجتمع وقفت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت مام الأحداث والتداعيات الخطيرة التي تسبب بها انهيار منظومة الكهرباء في مدينة المكلة ودعت الهيئة في اجتماعها الاستثنائي السلطة المحلية إلى تحمل مسؤوليتها بالبحث عن حلول جدية توفر معالجة مستدامة لمشكلة نفاذ وقود الكهرباء المتكرر طالب أسطة المحلية بترشيد النفقات غير ضرورية وتوفير اعتماد شهري خاص للشراء المحروقات وجددت الهيئة التنفيذية رفضها المطلق لاستخدام الرصاص الحي للتفريق المتظاهرين داعية الأجهزة الأمنية إلى استخدام وسائل مدنية للتفريق المتظاهرين إلى ذلك ناشدت الهيئة شباب المكلة إلى تجنب قطع الشوارع والتعبير عن غضبه ومطالبهم المستحقة بطرق سلمية حضارية طالب بتوجيه الاحتقان الجماهيري والغضب الشعبي صوب الحكومة الشرعية وليس بقطع طرقات وإجبار المواطنين إلى إغلاق محلاتهم التجارية تسبب الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية في تقنين شراء البضائع الكمالية الأسر بساحل حظر موت مع قرب موعد حلول شهر رمضان المباركة وعزو في البعض الآخر عن شراء بعض المواد الغذائية والاكتفاء بالأساسية منها فقط المزيد في هذا التقرير مع اقتراب دخول شهر رمضان المباركة تسابق الأسر في المكلة الزمن للحصول على المواد الغذائية والمؤنى الخاصة بالشهر الفضيل الأسواق الشعبية والمراكز التجارية ومحلات الجملة كلها أماكن مزدحمة بالزوار الذين يجدون ظلتهم في شراء البضائع المتنوعة وخصوصا لأساسية منها عكس ما كانت عليه في السنوات الماضية هو من ناحية القبال الناس دائما في كل سنة وكعادة الناس طيب في شهر قبر شهر رمضان اللي هو في شعبان يكون المنتجات دائما اللي هي اللي مطلوبة في شهر رمضان كالكريم كرمالي كالشرابات كالحياة اللي فيها حلاء والبهارات وأخلاف لكن بالنسبة للأسعار تقولي عليها الأسعار دائما في كل سنة هنا نشوفها أسوأ من سنة الارتفاع الجنوني في سعر المنتجات المستوردة من الخارج أدى إلى تشكيل أعباء متزايدة على عاتق المواطنين وعزوف الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود عن شراء البضائع باهضة الثمن والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية وسد الحاجة الخاصة بأكبر قدر من الاقتصاد في الشراء الحلول المتاحة في هذا الصدد لم تلقى قبولا لدى الرأي العام مما أدى لزيادة الصخط الشعبي حول المشاريع حديثة التدشين الغضب الشعبي مرده استمرار بيع البضائع والمواد الغذائية بأضعاف أسعارها المعتادة وهو ما فسر على أنه استقلال لإقبال المواطنين على شراء حوائجهم الأساسية والله وجدنا الفارق كبير الصراحة العام يعني يقدر الواحد منه وخمسين ألف يعني يطلب لبي احتياجاته رمضانية بس هذه السنة بالدلات صراحة الأسعار مرة مرتفعة من ناحية الصارف من ناحية الموارد الغذائية من ناحية الكهرباء والماء كيف كان موظف يعني راتبه خمسين ألف ستين ألف لبي احتياجات إسرته إذا كان في إيجار لبي احتياجات الإيجار ولا مقبلين على عيد معتوه يشتد عيال ثيابه عياله للعيد أو شيء يعني الواحد ما يقدر مناشدات كثيرة جاءت على مختلف الأصعدة قبل أسبوع من دخول الشهر الفضيل ومراقبة أسعار الأسواق وارتفاعها بعد انهيار العملة المحلية رغم تصريح الجهات المختصة برفع الضريبة الجمريكية عن المواد الأساسية لقناة المكلة باسل بامعس استهدفت عناصر إرهابية مجهولة مقر التحالف العربي ومدرج المطار في منطقة ميناب الحافة النفطية بمحافظة شبوى بقدائف هون لم تسفر عن أي خسائر بشرية وتعليقا على هذا الاستهداف أوضح عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي سالم العولقي أن هذا الهجوم يأتي بعد التحريض الإعلامي والاعتداءات المتكررة على منشأة الغاز التي كشفت ضيق أفق جماعة الإخوان وتغيب مصلحة الناس ومحافظة شبوى في حال تم إصابة خزانات الغاز التي ستلحق الضرر الكبير بالمنطقة ومواطنها أفاد مصدر مطلع عن تصدي قوات الحزام الأمني والمقاومات الشعبية لمحاولة اقتحام منطقة خبر في أبيان من قبل قوات عسكرية تابعة لميليشيا الإخوان وأكد المصدر أن حوالي أربعين عربة عسكرية تتبع القوات الخاصة الموالية للإخوان حاولت اقتحام منطقة خبر في أبيان وتم تصدي لها من المقاومات الجنوبية والقبائل ما أسفر عن سقوط عدم القتلى والجرحة في صفوف ميليشيا الإخوانة بعد اعتدائها على مواقع قوات الأمن الجنوبية دمرت قوات التحالف العربي زورقا مفخخا يتبع للحوثيين قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل ميناء الصليفة شمال غربي مدينة الحديدة وأشار مصدر المسؤول بقيادة التحالف العربي إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ اتفاق ستوك هلوم وظل لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من الحديدة وأكيدا استمار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية مضيفا بأن قوات التحالف تمكنت من تدمير صاروخ باليستي تابع الحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب الآن أجواء التقص وأسعار العملات في حضر موت نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء عرض عسكري لوحدات مكافحة الإرهاب التابع للواء العاصفة في العاصمة عدن وزير التربية يطلع على تجربة ثانوية بلقيس للبنات بالغيظة في الوسائل التعليمية محافظ حضر موت يلتقي وجهها ميفع ويناقش آلية عمل اللجنة الخاصة بوضع المعالجات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة قبل أيام من حلول جهر رمضان المبارك عزوف مجتمعي عن شراء بعض المواد الغذائية باهظة الثمن السيدات وسادة قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية من قناة المكلة المحلية ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية جرجى زيار صباحة القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلة في في أمان الله اشتركوا في القناة